وفي صحيفة العرب أيضا بن غفير يحظى بحقيبة الأمن الداخلي في مباحثات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية وقع حزب الليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء المكلف بن يمين نتنيا أول اتفاق ائتلافي مع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف يمنح زعيمه القومي إتمار بن غفير وزارة الشرطة حقيبة الأمن الداخلي مقعدا ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني في خضم صعوبات لتشكيل الحكومة وصراع على تقسيم الوزارات ولا يعتبر الاتفاق رغم أهميته وفق بيان نشره حزب الليكود الجمعة تشكيلا لحكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل قل نتنياهو في بيان قطعنا خطوة كبيرة الليلة نحو اتفاق للتحالف كامل نحو تشكيل حكومة يمينية كاملة والحكومة المرتقبة على ما يبدو ستكون الأكثر يمينية في إسرائيل الأمر الذي سيضع نتنياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين اتلافه وحلفائه الغربيين خاصة الولايات المتحدة كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق رتسوغ كلف رسميا قبل أسبوعين نتنياهو بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما قابلة للتمديد 14 يوما بموافقة من الرئيس الإسرائيلي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر